إراقيين أنتم قاعدين تسمعون يعني الثين من المتهمين أحمد السعدي أبو التقاعد اللي هاي الشريحة الفقيرة والضعيفة واللي تتقود بالمبالغ تريليونات ومليارات من الدلانير سرقت وراءت قاسم هذا المبالغ اللي وجدت عدة مبلغ أربعمية أربعة ملايين وثلاث بئة وخمسة وعشرين ألف دولار ومليون ومدن ستمية وثلاثين ذن اللي قن بالبيت بالكهرباء وانتوا بعد الشم يوم راح ترحول للانتخابات وعليكم ذمة شرعية ووطنية وأخلاقية ذولة أسألوا عليهم كانوا يشتغلون ويأي كتلة ويشتغلون لأي زعيم أو ذولة إذا ما تعرفون أسألوا لكم نواب أو أسألوا لكم الكشافة أو روحوا لأم المرأة ذولة كانوا يبوقون إلماً والياقائمة أو ترى رؤساهم وزعماهم وكتلهم والعينوهم والقفضوا منهم والاستلموا منهم ترى مرشحين الآن بكتل وبشعارات ويفترون ويسوون مهرجانات خطابية أو قاعدين يتشذبون عليكم لذلك أنا أقول من يعيد انتخاب هؤلاء الذين احتضنوا ذول المدانين القذرين اللي يخلوكم بلا كهرباء أو رواتبكم انباقيت أو تقاعدكم تشالي روح للزعيم الفلاني ويا رأي الزعيم والله بغلات الزلم أنا ما أشتريك الفلس وأستطالعين على الناس فأنا أقول لكم الآن أسألوا عليهم بأي كتل أنا أعرف بكم 16 اسم الآن أمام العراقيين وأنا صوتي عالي أو ما ينخفض أسألوا عليهم المصرف حصة من التقاعد حصة من الكهرباء حصة من الصناعة حصة من أسألوا على حصصهم وشوفوا من قوائمهم واليوم يوم الأحد سيكون لكم الخيار كل من حر باختيارة لكن إذا ما كررتم تحت هذه العناوين البائسة فوالله ستعيشون فسنعيش جميعا في جهريم أكثر مما كنا فيه ترجمة نانسي قنقر